اكد سعادة دكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ان دليل المباني الخضراء خطوة سباقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين ودول المنطقة اذ انه يشكل مرجعا اساسيا لكافة القطاعات فيما يخص المعايير والاشتراطات الخاصة التي يجب التقيد بها عند طلب رخص البناء الجديدة والتي تشجع وتساهم في بناء مباني اكثر كفاءة واقل استهلاكا للطاقة وبالتالي توفير ما تقدر نسبته بعشرين الى ثلاثين في المئة من الطاقة الكهربائية والبيئة حيث يحتوي دليل المباني الخضراء على عشرة اشتراطات الزامية واربعة وستين اشتراطا اختياريا علما بان استفاء العقار للمعايير الاختيارية يزيد من القيمة السوقية للمبنى او المنشأة اذا تمت مقارنته بعقار مماثل بالمعايير الالزامية فقط واضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة بانه يجري العمل حاليا وبالتنسيق مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لاعداد سياسات مكملة لدليل المباني الخضراء حيث سيتم من خلالها تصنيف المباني بحسب توفيرها للطاقة والمياه ومطابقتها للاشتراطات الالزامية والاختيارية المندرجة في دليل المباني الخضراء منوها بان سياسات تصنيف المباني الخضراء ستكون احدى الادوات الهمة والاساسية لتقييم الاستثمارات في المباني المختلفة وكذلك تحديد العوائد الاستثمارية من دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني وتطبيقات تقنيات تحسين كفاءة الطاقة فيها ترجمة نانسي قنقر